السلام عليكم اجمعين كنتمنى تكونوا باخير والاخير مرحبا بكم في قناة يوتيوب ديالي اليوم ان شاء الله نقترح عليكم حلوة العيد او واحد الصابلي اللي يصوبنا بمناسبة العيد كي يجي رائع بسفة البنات كنتمنى الصراحة تجربوه وما تبقى وش تقدروا تستغناء عليه كما انا ما كان قدرش نستغناء عليه صراحة لا في الاعياد خصوصا في الاعياد كي يجميه بسفة مويمة البنات بالنسبة للمكوينات كنحتاجو هنا مية وخمسة وعشرين قرام ديال الزبدة معا نصف كاس ديال السكار بالنسبة للزبدة نصف ديال الرابعة هاديك اللي كان نخدموه في الحالويات دك بونا ولاريتان موية من نص ديالها عندي هنا نصف كاس ديال ديال السكار كنتقى نخدم هاد المكوينات مع بعض ديالها حتى تنسى جملية وترجع ديال بحال تقريبا مويم بحال الكريمة هكا باش كتسهل على ديال الخدمة ديال الصابلي وكيجيني شيش بزاف بالنسبة للبنات بالنسبة للبنات للكيميارة كتعطي واحد الكيميارة وفيرة جدا ولكن اللي بغى يتقاسم هاد الحلوة مع عائلته خصوصا في هاد الحجر الصحي ترضوهم شوية ديال الحلوة حاولوا انكم تضعفوا المقادير المهم كما كتشوفوا عندي هنا نصف كاس ديال السيت اللي نزيد عليه واحد البيضة كما كتشوفوا عندي هنا واحد الفاني عندي واحد القريصة ديال الملحة ندير هنا واحد القريصة ديال الملحة الملحة كتتخرج لنا واحد واحد دق زوين كتتعطي واحد دق زوين اللي حلوة كما كانت عندي هنا يا الفاني مهم كان ندير هاد المكونات كنخدمها مع بعضياتها باش كنزيد عليها عاوثين المكونات الاخرى المهم ذات نسجم لي هاد المكونات مع بعضياتها كنخدمو هاد المكونات مزيان البنات حساسة تسولي ليه كريمة على شكل كريمة كما كتشوفوا معايا باش كتسهل علي الخدمة ديال السابلي وكيجي ستابلي زوين كما كتشوفوا انا ختمت هاد شكلها كعطتني بحل هاد القوام هاد كنزيد عليها هنا يا واحد الفلون ديال الشكولات بالنسبة الفلون العادي اللي كنشريو بدرهم او ثلاثين هادك العادي كنزيد واحد الخنيشة ديال الفلون مهم انكم حاولوا انكم زيدوها بيدون سكر ديروش ذاك الفلون ديال اللي فيه سكر ديرو رغير الفلون العادي عندي هنا يا واحد الملعقة ديال ديال الميزينة ملعقة كبيرة ديال الميزينة كما كتشوفوا وكتبقى عندي هنا الخميرة بالنسبة لبنات الخميرة انا راني درت مهم نصف خمارة كيموية غير نصف الكيمية ما تديروش الكيمية كاملة وبالنسبة لبنات اللي ضاعفوا المقادير ممكن انهم يديرو خمارة كلها كما كتشوفوا انا اخذت غير نصف صافي البنات كان بقى نختم هاد المكونات مع بعضياتها وكان بقى نزيد الضقيق بالنسبة لبنات الضقيق كيبقى على حسب الخالط والمهم انا اخذت لي اياه تقريباً واحد طر اربعة طر خمسة ديال الكؤوس على حسب على حسب الضقيق كي اللي كيشرب وكي اللي ما كيشربش المهم عينيكم ميزانكم مهم ما تفوتوش هاد الكيمية كيما كتشوفو كيما كتشوفوها مبقى نخدم على هاد الكيمية على هاد المكونات وباش تعرفوها انها صافي مما تزيدوش البنات تضقيق بزاف باش ما تقصح لكم شو تولي مقبصاها كخيبة غير غير حاولو انكم متوما كتخدمو متوما كتكورو لكورتوها حسيتو انها كتكور معاكم صافي حبسو حبسو الضقيق كيما كتشوفو معايا هانتها دبرها كتكور لي انا عادية وهو تهشيشة ما فيهاش ضعيق بزاف درس كيمية معقولة كيما كتشوفو قصمت هاد قصمت هاد العاجين على جوج عاجين انختم بها والعاجين الاخرى انا نديرها في البلاستيكة في البلاستيكة على ما انا نكمل العاجين الاولى كيما كتشوفو انا حاولت نديرها هنا واحد على شكل مربع او مستطيل نقدها باش كتجيني سهلة الخدمة درس من تحتها بلاستيكة و من الفوقها ندير بلاستيكة البنات بالبلاستيكة هيلي كتسهل علينا الخدمة بزاف و صافي كان ضروري خاص البلاستيكة البنات لانه باش تخدموها كتسهل معاكم امشي هي بحال الصابلي العادي اللي كان خدموه كتكون شوية شوية القوام ديالها كيكون جاري المهمة البنات كم كان خدمها كنحاول اناني ننصرحها بالنسبة للحجم انكم ما تصرحوهاش بزاف و ما تخليوهاش غليضة المهم حجم متوسط لانه هي كتتنفخوا ولكن ما كتنفخش بزاف كتتنفغي واحد شي شوية كي ما كتشوفو بحالة هاد الحجم اللي كتشوفو دابا معايا المهم يكون ماشي غليض و ماشي رخيق بزاف عو تاني ميتا ماشي بحالة كان صابلي الصابلي العادي اللي كان صابوه كيكون رخيق بزاف لا هاد يخليوهاش حاولو انكم تخليوه شوية غليضة كي ما كتشوفو كان قطع انا الجوانب و كان قنصام انقطع على شكل هلاليات كان قطع في المرحة الولوحة الشيشو واحد طريف باش كيساعدني على انقطع على شكل هلالية كان قطع نصد دائرة المهم كان قطع نمشي هكا كان ناخد و كان حطها في الطبس اللي لا يدخل للفرن كان قطع غير نصد دائرة بالنسبة لبناط نصد دائرة الكبيرة هو اللي كان قطعو به من الصغير هو اللي كان خارج على البلاستيك كي ما كتشوفو كان حاول انقطع هكا كان قصاما نقطع هلاليات و كان وضع في الطبس اللي يدخل للفرن بالنسبة للناس بغيت نهضر لكم على الطياب حاولوا انكم ما تطيبوهاش غير تحسوا بانها نشفات حيث كينشي وحدين ما كيعرفوش انها دباهنا العجينة العجينة شكلاتي و ما كيعرفوش انها كيفاش اي طيبو غير تنشف غير تنشف ما تحسوش بانها مازالة خضراء في القوام ديالي يديكم صافي خرجوها مخصاش طيب البنت بزاف وتسيبس كي ما كتشوفو كان نوضح هنا في حمام مريم كان دير هنا اخذت لي البنت واحد نصف نصف علبة ديال الشكلات ولكن ما تديروهاش كاملة تبقوا تديروغيب شوية بشوية على ما يدوب لكم كي ما كتشوفو انا درت هنا واحد شي شوية خليت بشي يدوب ليها بالنسبة هنا يلوز خذت البنت اللوز بالنسبة ممكن انكم تاخدوا كاوكاو واللي عندكم انا صلقتو وقليتو وحاولت اني نهرمشو غيب يدي ما خليتوش انه نديروه في الماكينة بش ما يتتحليش درتو غيب يدي خرج ليه على شكل حبيبات غلاضين بالنسبة البنات كي ما كتشوفو منين طابلت ليه طابلي ديالي شو كي كي يجي كي يجي على هاد القاوام هادا مغلد مرقيق هو هاداك كي يكون شكلات ديالي داب صافي كانوا قاوضح كان حاول نوضح واحد الكمية ديال اللوز مع هاد الشكلات مخصوش البنات يجيني سايح مخصوش يجيني قاسح مهم يجيني هو هاداك شكلات ما فيه الحبيبات كتشوفو انه فيه الحبيبات ديال الشكلات كينين ماشي انه سايح بزاف باش مكا نديرو الصابلي ديالي كي يجي فيه ذاك كي يجي فيه ذاك الحبيبات ديال اللوز كما كتشوفو كنحاول انه نوضحها وكن بقى نطلع نطلع للوجه كنطلع شكلات باش كي بقى يتبتلي باش كتتبتلي ذاك ذاك اللوز ديالي كي بقى يتبتليه في الوجه من الظهر ماشي مشكل غير الوجه حاولوا انكم تركوزو على الوجه مهمة البنات ميكا تغمص الشوكولة كنحاول انه نوضحها على واحد شبيكة ديال الانيمينيوم ولا تكون ذاك شبيكة حاولوا انكم توضعوها على ذاك شبيكة اللي ما عندوش ديال شوية كيما كتشوفو انا درت حطها على ذاك الشبيكة ديال هنية ديال شوية كتنشف لي وحتل بقى ذاك الشوكولات عاوتيني كينزل زحت كنوالي نستعمله كنوالي عاوتيني نناخده كندوبو ما كتشوفو كما كتشوفو كما كتشوفو معاي كم قد استمرانها بنفس العملية وتزيب زلي الصابلي ديالي كنخلي واحد شوية ينشف منين كينشف كنوضعوه في علبة كنوالي نغطيه بالبلاستيك راكم عارفين الشوكولات كيشم وخاصكم انكم تغطيه بالبلاستيكة بش مينش ديالشي اللي عندكم في تلاجة كما كتشوفو كنوالي نستمرانها بنفس العملية منين كتبردلية كنقدمها على هاتش شكل هكا كما كتشوفو كيجي صراحها رائع كتشوفو كيجي كتشوفو كيجي تحشوفو كتشوفو كتشوفو أطلع أطلع الأبد كبيرة كيجي وقرته ديالها من الداخل شيشة بزاف وصراحة اه كتشيها انا كيتاكوليها كما كتشوفوها دول حلوة ديالي اللي ما كانت صغناش عليها في العيد وبغتنشاركها معاكم كانتمنى انتم ما تجربوها انا مأكدة ما تبقاش تصغنوا عليها كما ما كانتصغناش عليها انا في لف الاعياد لف المناسبات اه كانتمنى صراحة تعجبكم هاد الحلوة هادا وما تنخرج عليها باللايك وبكومنتر وتشجعوني باش نتخل نعطيكم اكتر واكتر وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم وما تنسويش باللايك وبالكومنتر اه كانتمنى تجبكم الحلوة البنات اه لانا في غير مارا كتجي زوينا بزاف